البدايات والله كانت في تطبيق اسمه سويتش ام اكس ما عرف اذا سمعتني ما سمعت تعرف فلاش مايكرو ميديا فلاش والادوبي فلاش اللي تصمم واش اسمه ايه السويتش كان المنافس مع له بس تقدر تسوي نفس الانيميشنز ونفس الاشياء بالسويتش فأنا كنت ما عرف اذا تذكر زمن المنتديات يوم كان في بطاقات فيها اهداء ويطلع لك بيتين شعر ترى رومانسي منذ الصغر فأنت كنت من الناس اللي شوي هذا كنت تسوي ذي للتصاميم تبيع عن كنت ولا ايش لا فيه والله جات فترة بعت بعضهم وبعضهم لكنا فيه منتديات متخصصة في هالمجال ياهلا فيكم مشاهدينا ومستمعين عبر بودكاست قانا معنا اليوم ضيف يسمى رائد اعمال متسلسل بمعنى انه عنده مجموعة من المشاريع اللي مر عليها بعض هذي المشاريع تم الاستحواذ عليها بمبالغ مطع يذكرها بس نتمنى ان شاء الله نصدفه مرة ثانية ويذكرها سيف العسائي رائد اعمال تابعوا هذه الحلقة وان شاء الله تكون حلقة ممتعة ومثري لكم اول مرة تعمل فيها مع الجهاز لا اسمع شيء كذلك والله من زمان ياوم صغير صغير يعني نتكلم عن بعد ذلك الفترة ما شيء ويندوز نانتي فاح نتكلم عن ويندوز ثري بوينت وون اللي هو بالكوماند لاي طبعا كان ذلك الفترة في المدرسة شيء كمبيوتر طبعا إحنا صغار يعني يعني عمرنا أربع سنين خمس سنين خلينا نقوم شيء كذا فما أنه يعني كنت أذكر فيه لعبة ما لتزلق هذا اللي أذكره يعني فكنا نفتحه وندخل فيه كوماند لاين ما حافظينه نخلي الحديثة عندنا الأستاذة وكذا ونلعب هذا أول أول مرة تعامل مع كمبيوترات بعدين امتلكت كمبيوتر خاص فيك ولا شيء نعم هذا كان عاد على ألفين وثلاثة يمكن أربعة في ذا الحدود ظنيت أنك بتدرس التقنية وبتستمر بعدين وتفتح شركات وطبيقات يعني كانوا دوم ينازعون الأحل هذا ما خلاف فيه يعني دوم يلعب بالكمبيوتر وعيونه وعيونه بس هو في صراحة الأمر كان عندي شغف في هذا المجال من وقت مبكر جداً جداً ما تخيلت أني بأخذ هذا المنحنى خاصة كون أنه العائلة عائلة خلينا نقول شرطة قيش شديلة الأشياء يعني فكذا دائماً أنا خارج سربة أي ضبط عيونك كيف نظرها زي سويت لازح وضبطنا خلاصة هيا هيا شوف القمر كانت والحفار أخبرك ممتاز ممتاز بعد تجاربك هذه في يعني مريت أنك انت صار عندك الجهاز وكذا بالنسبة لك أيش الأشياء اللي كنت تستهويك أنك تعرفها أكثر في التقنية ودراستك لما انت خطرت أنك تروح للخارج هل هذا كان خيار ولا كان خلاص لا لا هذا ظروف الحياة جاء الوالد كان رايح يكمل ماجستير وشل معه معه يعني وتورى طبنا بعد البدايات والله كانت في تطبيق اسمه سويتش ام اكس ما عرف إذا سمعتني ما سمعت تعرف فلاش مايكرو ميديا فلاش والأدوبي فلاش اللي تصمم واشو اسمه ازاي السويتش كان المنافس مع له بس تقدر تسوي نفس الانيميشنز ونفس الأشياء بالسويتش فأنا كنت ما عرف إذا تذكر زمن المنتديات يوم كان فيه بطاقات فيها اهداء ويطلع لك بيتين شعر رومانسي منذ الصغر فأنت كنت من الناس اللي شوي هذا فأنا كنت تسوي ذي للتصاميم تبقى عن كنت ولا إيش لا فيه والله جات فترة بعت بعضهم وبعضهم لأ كنا فيه منتديات متخصصة في هالمجال والآخر هي فرومانسية يعني كنت بادي يعني بطريقة أنه كنت تستخدم معرفتك هذه بأنه كنت تتكون هذه الصورة اللي يطلع فيها كلام Okay, good night حبة هذه تعتبر هذا الوقتي يعني تثنت لا أتفاق آب هذا طبعا في apart from 2004 و2006 كانت الحبة طبعا في نفس الفترة دخلت في عالم المنياديات الذي هو Priv biases طبعا لو تتذكر زمان دائما كل المنتديات في الموقع يكون Wii B فهذا معناها فتخصصت في هذا المجال بالتحديد كنت أترجم اللي هي الإضافات البرمجية للمنتديات باللغة العربية كانت تيجي من مصادرة جنبية وأنا أترجمها وأنشرها في المنتديات اللي هي متخصصة في البرمجة والآخرة ومن هناك بديت أبني لي السمع كم كنت تدرس وين كنت ذيك الفترة أنا عمر 14 سنة 15 سنة كنت في المدرسة يعني هي كنت هذيك الفترة في المدرسة وصرت إدارة عندهم وكانت شيء في الأنشطة يعني هذا الطالب المثالي شيء عظيم يعني كان الموضوع في ذاك المنتدى فأنا من زمن المستمعين إذا يعرفوا ترايد نت وسواء لفسهم أنا ذاكي الزمن زين في أثناء دراستك ونفسي شيء كنت تقول أن الأهل نوعا ما كانوا زين الوضع كيف يعني كان في ذيك الفترة وأنت تماماتك هذه بالنسبة لي أنا في ذيك الفترة لو كنت أسوي هذه الأشياء تقول أنت إيش عندك دراستة وتعرف بعد هذاك الوقت ما عندهم هذيك الثقافة صح صح لا هم كانوا دوم يقولوا تلعب بالكمبيوتر بس الوالد أذكره حتى كامرة قال لي إن زينة إذا تتخصص روح شبكات لا تروح كذلك لأن الوظائف هناك أكثر ومعرف ويش فظاهر كان أنه مستسلم للأمر الواقع وسأل وتبحث طبعا أنا ما سبعت الكلام كلمة تالي رحت أذكر حتى سألوني قالوا لم أنتوا بالتخصص قالوا لهم مو أصعب تخصص قالوا برمجة ما يا الله برمجة حقيقة ترى مشيت لأنه صعب لا؟ مرة ثانية لازم تشككه بقراراتي وبقدرة لاتأخذ القرارات إذا أنت كنت تبحث عن شيء كذا في تحدي بالنسبة لي في تحدي بالنسبة لي وشيء الرهيب في البرمجة بالتحديد في هذه الفترة أنك تقدر تبني شيء بنفسك فكرة أنه أنت تقدر تملك شيء وحدك طبعا هذا جاي من فترة المنتديات وبالنسبة لي أنه الإنترنت سوق هائل ممكن تنشر برمجياتك ممكن أنه تحصل من وراها فلوس وآخر فأنا كنت في هذه الفترة اللي في مخي بدأ يتحول الموضوع من أنه أستكشف إلى موضوع كيف أطلع فلوس من وراه متى بالضبط يعني؟ هذه جاءت تقريبا عمره 18 سنة هذه الفترة كنتوني بعد القامعة ومفلس مثل أي طالب جامع فكان لازم أطلع طريقة أجيب فلوس فبديت أقدم خدمات للمنتديات وآخر ومن هناك بديت أول طرق أنه يسوي فلوس بعدها قلت لا لازم نكبر الموضوع أحتاج فلوس أكثر هذه الفترة كانت توقع نازل الآيفون وبعد يحبته كنت بغى يقرب الآيفون فشريت الآيفون من في النهاية النهاية شريت الآيفون أربعة أتوقع أتأخر خضم وقت شوية زين مع بدايتك أنت في الفترة اللي أنت حسيت فيها أنك أنت لازم تسوي شيء وطلع منه فلوس في الفترة هذه أنت كنت ننسي شيء في دراسة وين درست؟ دارس الله يسلمك أنا في بريطانيا مثل ما ذكرت لك الوالد راح يسوي ماجستير حتى ما سويت ثانوية أنا أحد المعلومات الغريبة عني أني ما درست ثانوية أطلاقا حتى هنا درست ماي عادلة اللي هو يسموها الأي لفلز في كلية في درست كلية تخصصت برمجة وبعدين رحت جامعة وهذا كان مجموعة ست سنوات قفزت يعني كأنك ما قفزت هي كأنه دبلوم محني يعني بدأ ما تسوي ثانوية تسوي دبلوم مهني وتروم تتوظف إذا تبقى تتوظفة وتكمل الجامعة فأنا تخصصت كني بدري وشهادتك اللي طلعت فيها؟ برمجة من جامعة حل باكلاريس طيب حلو زين أنا عندي سؤال حين موضوع للشهادة هذه برمجية ذكرت أنه أنا بعدين خلاص ودرت البرمجية يعني بعد ست سنين كذا تأخرت تأخر الموضوع شوية بس استعبت مرة ثانية أني أنا مواقب أحب البرمجية أيها فمن يومها ما برمجت ما برمجت بس على فكرة أعطيك معلومة أنا أغلب الأشخاص اللي يعني صدفناهم في البودكاست أغلبهم عندهم هذه الخلفية أنهم يا مبرمجين يا حندسة برمجيات يا كذا فأنتوا إيش الشيء هذا اللي تحس أن كلكم يعني عندكم نفس هذا التوجه هي في نهاية اليوم رغبة البناء البرمجة تجذب أنا جذبتنا في بدايتها لأنه أقدر أبني شيء بعدين اكتشفت يا أخي عبار راس يجب واحد يسوذ الشيء وأنا أخبره مو أريد فصار الموضوع أنه لا خليني أدير المبرمج بس أيضا في نفس الوقت وهذا شيء خليني نقوله يميزني ما بمدح عمره واقد بس لأني أحتم للتجارة الجانب التجاري كبزنس واقد وعندي الفهم العميق في المجال التقني أقدر أني يا أني أكون سي تي او يا أني سي او ما عنده مشكلة مع المجال طبعا في السي تي او ما بكون التقني اللي يبرمج وحده ولكن عند المقدرة العميقة أني إذا أقل مبرمج يحاول يقص عليه هذا الكلام ما صحيح يعني بمعنى عندك الفهم اللي أهلك أنك تقود فريق معين أن يكون تطبيق معين أو يشكل برنامج معين وآخر طيب بعد الدراسة وبدايتك مع أول مشروع تقني يعني هذه الفكرة من وينيت أنت نفس الشي قلت أنك أنت عندك يعني اهتمام بالتجارة وبدايت تطلع فلوس من منتديات مورى الناس اللي كانوا بس اختفت ما بالنصب ترى ما بالنصب كلها سيدة بس الفكرة أن المنتديات اختفت صح انقطع عن مصدر الرز فأنت بحثت عن شي ثاني كيف بدت الفكرة وإيش التحديات اللي مريت فيها خاصة في ذاك الوقت يعني تحدي الأساسي ما كان عندي فلوس حقيقي هذا تحدي ما حد هيفهمه ليش لأن المشروع اسم المشروع زوار وزوار هي منصة إعلانية للناشرين والمعلنين أنت تناشر اللي هو عندك موقع تبقى تحط إعلانات وإحنا ندور للك معلنين ويجي يقول لأنا بس أبا أستهدف السعوديين اللي في هذه المواقع اللي متخصصة كذا كذا مثل اللي تشوفه يصير في جوجل وسناب والآخر نحن نعتبر الجيل القديم من هذه التكنولوجيا نفس فكرة الإعلانات يعني أنت تريد إعلان معين وتريد سهل معينة تعال عندنا نحن نسهل لك هذا نحن عندنا ناشرين كثر نختار لك الفئات اللي تناسبك طبعا لماذا بدأنا هذه البداية لأنني كان عندي موقع كان عندي منتدى وما طلع منه فلوس كانوا يدخلو ما الـ 15 ألف آدمي كل يوم يعني واصل بعيد كان لكن لم أدخل منه من الإعلانات بشكل كبير لأن عملية أبحث عن معلنين كانت متعبة قلت لا لحظة هناك ناس واجدين عندهم نفس المشكلة دعنا نضع منصة موحدة نفعل تكنولوجيا محترمة وفعليا كنا سابقين وقتنا بالتكنولوجيا والحمد لله بدنا فيها طبعا شريكي مصري ما قلنا نلتقي في حياتنا اطلاقا لين اليوم لا اليوم لتقيت به بس يعني ذيك الفترة ما لتقيت به وكنا في نفس المنتدى هذا اللي ترايد نت هو كان مشرف حال البرمج وأنا كنت مشرف حال البيب سبحان الله قلت له اسمع عندي 200 ريال أعماني غير كذا ما عندي لا تطلب قال لن زين هنسوب شيء 200 ريال أعماني فعليا ذيك الشركة ما دفعت فيها إلا 200 ريال أعماني سويت أكثر من 6 مليون دولار إرادات ما شاء الله وكيف قسمتوهم بينكم وليش قلنا إرادات ما قلنا أرباح شفت أنا كذا أقص عليه بالكلمات لا يجب أن أكون مركز أيوه أيوه أنا ينضحك عليه ترى راد العمل بيع كلام فإرادات سوينا تقريبا اللي هو الأرباح المفروض أخبرك كم سوينا تقريبا مليونين شيء كذا بس هي ترى ما هي أرباح أرباح في نهاية اليوم هي نت رفنيو اللي تروح فيها الأمر التشغيلية والآخر في النهاية احنا ناخذ من المعلن لفلوس ناخذ 25% لنا ونعطي ونعطي 75% لصاحب الموقع كانت هذا 25% أنتو لأننا التكنولوجيا كانت تتيح له أنه يبيع لعشر معلنين بتسعير مختلفة ففي أوج هذه المنصة كان يدخل لنا 4 مليون زائر يوميا كنا ثالث أكثر موقع عربي يدخله ترافق كما زوار والحمد لله سوينا سوينا أشياء رهيبة وشغفي بصراحة بدأ من هناك لأنه طبعا أنا خبرتك عن الأرقاء خبرتك عن الفلوس خبرتك عن هذه الأشياء بس ليش أنا ليني اليوم في هذا المجال لأنه احنا شريكي كان في منطقة نائية نوعا ما في نسوية قرية معروفة بالزراعة كثير فما كانت فيها مهارات لما نتكلم عن شركات التقنية لما نجينا نوظف اضطرينا أن نجيب ناس ما يعرفوا شي نحن ندربهم تدريجية بعد سنة من أول توظيف يعني بعد المشروع هذا أنشأتوا شركة يعني هي وصوينا مقرها مصر والآخر لأن أنا كنت في بريطانيا فالرهيب في الموضوع أنه هذاك الشخص تزور بعد سنة ثانية هذاك الشخص جاب أولاد والثاني تزور وبدأنا نستوعب أنه لحظة إحنا غير الأرقام وغير الوجسم إحنا قادسين نفتح رزق ناس يأسسوا عوائل يبدوا حياتهم يكتسبوا مهارات بالإضافة إلى أن أصلا الناشرين اللي عندنا أيضا كان يسووا أرباح حائلة يعني صار اللي ما يدخل شيء من موقعه لا يدخل 200 300 500 1000 ريال ونحن نتكلم عن 2012 2013 خيل 1000 ريال و 1500 ريال من هناك بديت استوعب فكرة أنه أنا لي بصمة أنا أتجالس أأثر على حياة الناس وأنا أتجالس أحسن حياة وفي أساس ريالة الأعمال ترى هذا الأساس ليش ما يقول عن تجار ريالة الأعمال شوية فيها هذا الطابع اللي هو أن تنشئ شيء غير موجود تغير حياة disruption كم سمرت هذه الشركة ومتشفتوا أن هي موجودة لليوم للأسف الشديد كورونا قتلتها طبعا لعدة السباب هي ما كورونا التي قتلتها إحنا ترى شوف حش في أهلي بس ما معنا العلاقة سيئة لا لا أوكي لا لا عادل طيب بس أهل الله يهديهم يوم ريعت من بريطانيا خلونا رح دور وظيفة حكومية الله يهديهم خلوني أبطل عن الشركة يعني فأحملناها شريك شد حيل بس في نهاية اليوم هو تقني بحث في الجانب الاستراتيجية طويلة المدى ما ضبطت واقل كنا في بداياتنا سابقين السوق بخمس سنوات بس عاد على النهاية فيسبوك وقوجل وتيك توك وذيلا وسناب خلاص مسكوا السوق مسكة قوية وما كنا سريعين بالتعامل مع هذه الإشكالية يعني تغيرات جديدة ما كنتون السوق تغيى مع أنه أنا كان دائما عندي التوجه أن لا حول من مواقع إلى موبايل تطبيقات تلفون وكذا بس ما لحقنا كنا بطيئين شوية وإحمالي جزء كبير أيضا إحمالي يعني فهذا اللي صاد في نهاية اليوم هي جزء أيضا منها أنه البيئة الريادية ما كانت جاهزة في المنطقة كان عندنا مكتوب هو فقط الذي تم الاستحواذ عليه على فكرة مكتوب كانت عندهم شركة اسمها آيكو آيكو كانوا أحد عملائنا فعنا كانوا عملاء من أوروبا بايدو اللي هو جوجل الصين كان عميلنا كان يبقى يتوسع في الشرق الأوصل فكانوا أحد عملائنا يسووا إعلانات معنا إذن إذن أنتو خلنا نقول وصلتوا لمرحلة وسكرتوا ذاك المشروع بسبب أنكم أنتم ما وكبتوا التطورات الجديدة بالفعل وهذا يعكس أنه لازم استراتيجيتك دائما تحتسب ثلاث أربع خمس سنوات وتعرف حين بتوصل ما ممكن أنك تسوي نفس الشي لخمس وست سنوات وتتوقع أنه بتستمر على هذا وهذا أساس الابتكار في فكرة أنكم ترجعوا لا خلاص في هذا خلاص خلصنا شريكي حازم الآن شغال على شركة جديدة وأنا عندي شركة حاليا نتكلم عن هذا أوكي هل فكرة كذلك زينا حين وصلنا عند موضوع أنك أنت خلاص طلعت من بريطانيا خلاص دراسة والحين قالوا لك خلاص خذ الطريق المعروف المتعرف علي ووظيفة وبعدين تتزوج وبعدين بعدين بعدين أنت وما متزوج تتخيل هذا المشكلة طيب بعد ما طلعت أنت يعني بعد ما تخرجت وتم توجيهك إلى سوق العمل نريد أن نعرف هذه المرحلة هذه المرحلة الله يسلمك تخصصت في مجال أمن المعلومات الأمن السبراني كان لاحظت أني أنا أحب أن أتعلم أشياء جديدة بس أنت دارس برمجة في نهاية اليوم خلينا نقول الحاكر الممتاز والذي دارس أصلا أساسه برمجة الأمن المعلومات يجيك من مسارين مسار الشبكات ومسار البرمجة ودائما أنا أنحاس طبعا لمجموعتي أن المبرمجين هم اللي يتميزوا أكثر بس أنا أيضا دائما مخالف للقاعدة العامة أنا تخصصت وعجبني شغل اللي هي الـ 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 الحوكمة والحوكمة والاستراتيجيات وإلى آخر أنا أحب أن أمر على الناس فدخلت في هذا المجال والحمد لله متى كان هذا تقريبا؟ هذا في 2013 بدت مسيرتي الوظيفية 2013 بدأنا بالمطار وتفرعنا إلى أخصائي أمن معلومات في ذلك الفترة كان حتى أصدرت عميم بين شاء مكاتب أمن معلومات تون استمريت فترة استمريت ما يقارب ست سنوات ست سنوات ظهر ست سنوات عندي فيها شيء كل ست سنوات أبقى أغير فالبرمجة ست سنوات وقلنا عقوها ست سنوات وعقوها فأنا عندي ست سنوات لازم أسوي كم مليون عشان أتقاعد ما أبقى أغير باقي عندنا نروحها للنخل ما نخل بعدين تتفرق حق الزراعة هي هي كذا خلاص طيب زين بعد ما توظفت ما هي الأفكار التي كانت معك في كل فترة أنك انت خلتك تقرر أنك انت فعليا لا أنا ما أريد أكون موظف أريد أطلع من الوظيفة بعد في نفس الوقت أنت ذكرت أنك انتقلت من مؤسسة لمؤسسة هل هذا الانتقال أنك انت يعني كنت مخطط فيه أو تريد تبحث عن شيء أفضل أو ما بالضبط يعني ما ترمال جزء جزء عني اللي لازم تفهمه أن أنا وثيرة الشغل عندي تختلف عن الشخص العادي بما معناه التايم لاين ما لي أنا كفترة زمنية اللي حد بيسوي في ثلاثة سنين أنا بسوي في سنة جزء من التنقل كان أنه أتعلم بسرعة أحقق كي بي آيز معينة يلا واش التحدي اللي يبعد أريد تحدي أصعب تحدي أقوى وإلى آخر هو أنتقل 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 الروتينية تقتلني ما أقدر معروض أتوقع هذا الشيء الأساسي اللي يجذبني ودائما بيرجعني إلى ريالة العمال لأن ريالة العمال في نهاية اليوم أنت تلبس أكثر من خبعة أو كمة في نفس الشركة يوم أنت إداري محاسب مبرمج متخصص أمن معلومات متخصص وفا مبيعات وإلى آخر فأتوقع هذا لأنه لا يوجد ريالة معين كل يوم مصيبة قاعدت أنك هو الذي يجعلني مركز طبعا هل هذه هي حياة سليمة هذا قابل صحيح هذه حياة صحية هذا عاد بنتكلم عنها بعدين أخاصة عن أنه فيه تطبيق نفس بعدين بتكلم عنها زين فيه شيء مهم يعني حتى قبل الحلقة كنا نتكلم عن الموضوع أن كل واحد لتجربته في الحياة صحيح اليوم سيف يعني عنده هذا التوجه أنه هو ما يحب الروتين ما يحب كذا كيف كان الطفول أنت كنت مشاكس يعني يدقو يضربوك يعني أمزح ما بس تقول لي يعني يعني المشكلة أنه في وجه شيء أشياء ما رأي أن أشر عليها مدبوغ بكم دعونا ساعة كثيرة لا والله لا لكن الفكرة أن بعض الأحيان الشخص يوصل مرحلة معينة في الحياة في أشياء بسيطة كانت في طفولتي أنه شخص مثلا يحب أن يمسك شيء يكتشفى صحيح يخرب الأشياء عنده هذا الفهم علي أنه يستكشف الأمور أنا أنا كان عندي هوس بالقراءة رحيب كانت عندي مكتبة الخاصة ستة أرفف كلها كتب الوالد كان دائما حتى لما يسافر هدايا كتب لا يأتي بالأشياء كنت استمتع بهذا الشيء جزء كبير من وهذا قد يكون سلبي وسلبي فعليا هي الطموح للمثالية هذا جاية من أني كنت أكد في الدراسة بعدين بس آخر كم سنة أخرتها عشان أكون صريح يعني لا سنتكلم عن ذلك الأشياء لو سمح حاضرين أحافظ على سمعتي لكن ماذا تحيلي وال اجتهد يعني اجتهد موجود بس وين وصلك عاد يعني بس الاجتهاد موجود كان الاجتهاد دائما موجود طيب طيب كان بتحفيزات داخلية أو خارجية عاد فهمها بفراحة اعتمد على التحفيز كيف يعني بروش مخمه طيب ممتاز هو الفكرة أن يعني اليوم سيف وصل ما وصل عليه يعني بسبب أشياء أو سمات معينة في شخصيته أنت ملول يعني تحب أنك تغير في فترة من الفترات التي كنت دائما أطمح للمثالية والمثالية شيء أنت ما تقدر توصله في نهاية اليوم وهذا المثالية تسبب لك ضغوطات هذا الضغوطات تطلع في التويتر مرة ثانية هذا ماضي ما نتكلم عنه طيب طيب أصدت عدلت وأصدت وكبرنا وطلع شيب حتى بس بالفعل هي كانت رحلة قلينا نقول آخر أربع إلى خمس سنوات كيف أفهم نفسي أفهم الأشياء التي تحفزني أفهم أيضا النقاط الضعف اللي هي كيف أن بالفعل المرة أنا أمل بسرعة خلاص لا تسوي الأشياء التي تنقص بحياتك تركز على الأشياء التي تبدع فيها الأشياء الروتينية هذه خل في حد ثاني يسويها فجزء من رحلة ترى العمل أنه يفهم أنه ترى ناقص وما شاطر في كل شيء ولازم يروح يجيب الشخص اللي يكمله ممتازين مرحلة اللي هي بعد ما أنت خلاص قررت أنك تطلع من العمل اللي هو حكومي حكومي أنت تحاول تطلعني كأني واحد يتنقذ من مكان حالما لا لا أمتون لما أقول لك سافرت برعمان ورحت أبوظبي والسعودية بالعكس هذا حينما ما نمشي ترى ترسم رسمة الرسمة هذه بالأخير تتشكل أن هذا سيف عبارة عن مجموعة من الأشياء يعني وما شيء واحد طيب بعد ما انتقلت من مرحلة العمل الحكومي اللي هو نوعا ما ما تفكرت أنك أنت فعلا أنا أريد أطلع اليوم وأريد أتوجه لهذا الشيء وهي شو وهذا الشيء اللي أنت توجهت وشوف هي سالفة سالفة طويلة بس أنا أختصرها حالي أنا نجحت النجاح الأول والغرور تملكني وقلت والله الثانية هتضبط مثل ما ضبطت الأولى جاءت على رأسي طبعا فقرار الشركة الثانية كان فعليا تهور تهور وندفاع بشكل أساسي هذا بعد الوظيفة بعد الوظيفة كنت يعني باغي أسوي شيء جديد ما عارف مو هو سوينا عناوية لما أرجع أراجع قرق اتخاذ القرار ما كانت أفضل طريقة لأنني قلت بسوي شركة واستقلت وما عارف ويش وهذا واحدة من الأشياء ما حسبت المخاطر أنك كنت تستقلت كنت مجمع فلوس آه فكنت على بالي أن أغطي أموري على فكرة أنا فلست مرتين خلال آخر سبع سنوات آه المرة الأولى بعد الدوام فالفلوس ما فادت يعني المرة الأولى بعد الدوام أو متى لا 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 لقى لست ثلاثة سنين كنت مجمع مجمع ما عليك أوكي مبلغ كبير يعني أو لأ أضمنها البيت زين أوكي طيب لما لما فكرت في المشروع اللي هو بعد الدوام بعد ما دوامت يعني واستقلت من الوظيفة آه قلت لي كان عندك هذا الدافع أنك أنت تروح تفتح مشروع آخر يعني هذه الفترة اللي أنت تفتحت فيها المشروع أول شيء إيش المشروع إيش فكرته عناوين عناوين بدأ في بدايته من اسمه أننا لدينا مشكلة في العنوان في عمان وكيف نحاول نحلها عناوين للمعلومية هو أكبر درس أنا تعلمته وكل الكردت لنجاحات اللي جات من بعدها جات بسبب فشل في عناوين فبخليك تسألني واش تبقى تعرف عن عناوين إيش وعناوين بعدني ما فهمت زين عناوين كيف بدينا بدينا أن نربط رقم تلفونك بعنوانك تعرف يوم تتصل بأحد المطاعم اللي إحنا مقاطعينها حاليا ويقولوا لك أوه عنوانك كذا كذا من رقم تلفونك زين فهو نفس الشي كنا نبقى نخلي أي شركة في عمان عندها نفس التجربة تتصل فيهم يحصلوا عنوانك ويقدروا يوصلوا لك بسهولة فهذا كان حل العنوانة طبعاً اكتشفنا أنه لا هذه ما مشكلتنا احنا هذا مشكلت رجعات حكومية ولازم أركز على القيمة اللي إحنا نضيفها لناس مستعدة تدفع فلوس عليها فمن في مشكلة العنوانة من مستعد يدفع فلوس فعلياً الشركات اللي تعاني من التوصيل فرحنا عملنا منظومة لإدارة عملية التوصيل ككل من اللحظة اللي تدفع الفلوس نأخذ عنوانك ونربطه برقم تلفونك إلى تروح للمخزن نحدد أي شاحنة بتأخذ أي شحنة وكيف مسارها إلى التطبيق اللي عند صاحب الشاحنة عشان يوصلوا للنقطة وكان أيضاً فيه تطبيق للمستخدم أنه يجنوا تنبيهات كنا نحاول نسوي تعرف دي أتشل وفيديكس وراميكس بس كنا نحاول نسوي للشركات الصغيرة وهذا الكلام في 2017 يعني تول لترى أراميكس عند هذه الأشياء يعني بمعنى أنت لما أنا أشري منتج معين أنت تربط تلفوني بالعنوان المالي وبالتالي اللي وصل الطلبية حالي يعرفني أنه هو يبضل يعرف وفيه تتبع حال حركته تشوف كل شيء خطوة بخطوة من أنه تم الدفع تم الشحن تم في الطريق وإلى آخره بس من هذا بيستفيد منه الأكبر استفادة وصاحب الشركة ليش لأنه لما رحنا وسألنا وتبحثنا وتعمقنا في الموضوع وهذا أيضا درس مهم لراءة العمل أنه لازم يروح يكمل من العميل يفهم مشاكله أنه السايق يضيع ما يقارب ساعتين إلى ثالث ساعات يوميا بسبب أنه يسأل عن العنوان ينتظر فلان وعلان هين مكانك ومعرف ويش وكيف يرد عليهم مثلا تأذى في الأخوير طلبية الأولة في أول الأخوير وبعدين نهاية الأخوير وبعدين يرقع بداية الأخوير فكل هذه المشاكل حليناها تنعكس فيها كمية الوقت كمية الطلبات التي المؤسسة تقدر تغطيها كم سيارة يحتاجوا في الشهر البترول وإلى آخر حليتوا المشكلة هذه بس إيش اللي صار ليش ما نجح لأسباب متعددة من ضمنها إحنا كنا بعدنا في بداياتنا ركزنا واقل على التقنية ونسينا البنبيعات سوينا نظام رهيب بما تعنيه الكلمة يعني كل أحد يجوفه وقال بس هنا المشكلة صارت المشكلة أنه إحنا ما كنا متخصصين في المبيعات جينا قلنا والله وحدهم بيجوا أصلا يتمنون يحلموا برنامج مثل هذا كان هذا عدم وعي أنه لا الموضوع متعب في مبيعات في ترويج في لونغ سايكل أصلا عشان العميل يقوي ويربط النظام في تخوفات وإلى آخر فاستنزفنا طاقتنا كلها في التقنية بعدين اكتشفنا لحظة هذا هو الخطوة بس في مصايب أخرى ما أخذنا لها بالأسفل متى قررت أنك توقف هذا المشروع وتنهي وتعتبره تجربة خلاص صارا عدة سيناريوهات وقصص بس ما بأدخل في تفاصيلها لأنها لا تطلع القروح يعني لا بس أريد النتيجة اللي نقدر نستخلصها من هذه التجربة هي عدة أشياء رقم واحد الفريق الأساسي كان غير متفرغ أنا لاحقا بس تفرغت وعلى وقته كان توليت تعالى أقول الشيء الثاني السوق في فترته كان بعده بدري عليه شوية هالشيء فهذه بشكل أساسي الشيئين الأساسيات في هذا الموضوع طبعا لما تو اليوم بخبرتي بمعرفتي وبتجاربي لما أرجع لهذه الفترة أقول أنا استسلمت بسرعة يعني كان لازم لا أضغط أكثر كان لازم إذا السوق العماني ما جاهز نشوف أسواق جاهزة نحاول نتصرح من وين يتك الفكرة كانت كيف طلع هذه الأفكار من المشاريع ونتكلم عن التطبيقات التي أنا بالنسبة لي بشكل أساسي في العادة أعتمد على معاناتي أنا زوار في أساسها كان معاناة خاصة فيي حولتها إلى حل المشكلة اللي ضبطت معاي في زوار وما ضبطت في عناوين هي أن السوق في زوار على حظي كان السوق ممتاز وجاهز جاهز مع بعض ونتج عنه النجاح الذي نجحنا وتعلمت من هذا الدرس وبعدها فتحت مشروع أو فكرة ثانية ما هي الفكرة اللي يعني تعرف الفشل وكيف المجتمع العماني يرى الفشل والضغوطات النفسية التي صارت فينا تلعب بفلوسك وكذا وصار لعبت وائد فلوس وائد فلوس لعب بيها والله حيح يعني كان لو شاري لي شقة ما بركلي بس خلنا ساعد ما دخلت عقارضة ضيعتك ما دخلت الله يهديني ما أخذ اللي شي في الموق ولا شي زي الفكرة اللي بعدها نفس طبعا النفس هو مكتبة صوتية للتعامل مع الضغوطات الاكتئاب العرق القلق وإلى آخره توجيه نفسي توجيه نفسي من خلال تمارين تنفس من وين يتك الفكرة قبل أن نروح تفاصيل وعيك لازم نطلع المصايب والخبايا زي يعني الواحد قال نهيار عصاب برايو يعني ما فيها شي لا بس تقلت أنا دايما الأفكار اللي تتي من من أشياء بالفعل وأنا جزء من أنا ما أعرف وش المصطلح دائما أنساه بس أنا بما معناه أني ما أعرف أشتغل إلا بالضغط وهذا أصلا غير صحي فأخر دقيقة تراجع حقل التحامل ما أعرف أسوي قبلها بسبوع بسبوعين فأحد الأصدقاء قال يسوي تمارين تنفس يقع في الدعانة شوية استهدب الله أصب على التهور أول واحدة يعني قالوا سوينا تدخل تدخل قال لهم يا الله هنسوي نفس الفترة سبحان الصدف في تطبيق اسمه كالم ما أعرف إذا سمعت كالم وهد سبيس هذه المعروفات سامعا وجربته رهيب ولكن باللغة الإنجليزية باللغة الإنجليزية طبعا تعرف الفيغن يوم يقلس يخبر كل حد أنا فيغن واستوه كماي وأنا تحولت كذا تأمل وتأمل واستوه كماي وتنفسه معرف ويش الفيجين اللي هو النباتي نباتي تنفسه فقال أنا واحد من الشباب قال لي سيف والله إهدي يعني أنت ولد لندن ما كما إحنا مساكين بسطاء خل ما أفهم يعني صح عرف أتكلم ألقط هالكلام وكذا بس أنا إذا تبغاني أدخل في حالة استرخاء المحتوى ما يناسبني ومن هاك بالفعل بديت استوعب أنه لا في فجوة في السوق العربي ككل أنه والله في مجال أن نستهدف هذا السوق السوق العربي 420 مليون آدم فليش لا وبدأ من هناك نسوي تجارب طبعا التجارب يعني أشياء فيها قانونية وأشياء أخذها مستورة بس يعني خلينا نقول أننا رحنا وسرقنا محتوى وقربنا وبعدين بعدين مسحنا طبعا أكيد كانت تجربة بس تجرب كيف تجرب رحنا خلينا سمعنا المحتوى أخبرك مسويت رحت تقبت الكلام ترقمته بالعربي وحدي وخليت حد يسقله وسمعتهم إياه قلت لهم ها كيف الوضع وإش الأثار وشفنا نتائجها رهيبة بصراحة ما كان الترجمة المعفوسة لا لا الحمد لله فشفنا أنه لا في طلب رحنا سوينا المنتج المبدئي الله لا يرويك ذاك المنتج المبدئي وشفنا لا علي إقبال حتى لو شكلوا معفوس فوق تحت بس المحتوى مرتب رحت جرت بنت تجللنا المحتوى رحت لها البحرين أيضا مرة ثانية لا تسألني كيف طلعت لأن هذه كوحدها زالفة وبدأنا نسوي المحتوى سنتين ثلاث سنوات مليون مستخدم أثرنا على حياة ناس كثيرة بصراحة من أكثر الشيء الذي أفتخر فيها هو نفس لا أتوقع أي شيء سأسوي لاحقا أو قبل سيكون بنفس الأثر الذي سونا في نفس خصص رهيبة مثل الذي يأتي يقول أنه لدي مشاكل مع أفكار انتحارية ساعدونا ساعدهم التطبيق طفلة عندها نوبات هلع دكتورتها طبيبتها نفسية نصحتها بالتطبيق كانوا كثار يكتبون نتكلم عن مئات مئات القصص المؤثرة فعليا فجدا جدا سعيد أنه قدرنا نشتغل في هذا الموضوع عملونا فيتشر يعني حطونا في أبل و جوجل كنا أكثر تطبيق تحميلا وتقييما لعلى تقييما أكبر مكتبة صوتية خلال كم المدة هذا كله صار خلال سنة سنة ونص يعني هذه الإنجازات طبعا على نهايتها تم التخارج من المشروع تم الاستحواذ عليه من قبل لبيه لبيه شركة سعودية رائدة في مجال الاستشارات النفسية طبعا مازن مازن وباسم شباب والنعم فيهم أخذوا محتوانة وأخذوا المنصة ودمجوها مع منصتهم الخاصة فيهم وعندهم رؤية عظيمة لنفس فيعني فوق أني أنا سعيد جدا أن قدرنا نسوي لما كنت تحت دارتي أثر كبير أيضا الناس اللي استحوذوا عليه تريد أن يكملوا ويزيدوا على الأشياء اللي كنت أتمنى أن نسويها متى قررت أنك تتخارج من هذا المشروع لماذا لم يكن لديك فكرة أنك أنت تستمر فيه ويكون هو أساس شيء جانبي أو شيء يعني نوعا ما يمكن أتطور فيه أو ما فكرتك فيما ينصص هذه المشاكل معدل النمو طبعا في نهاية اليوم أنت رائد عمل في فضاعة تكنولوجيا هدفك الأساسي أنك تبني شركة سريعة النمو سريعة التكرار حتى توصل للمليارية اللي هو يسموها اليونيكور بعد ثلاث سنوات ونصف من الشغل فيه نفس كان واضح تماما أنه ما بنقدر نوصل إلى هذا المستوى فبالتالي كان عنده خيار يا أني أسكرها وأبدأ شيء جديد يا أني أكمل فيها وفجأة طلع اللي كذا في الوسط تخارج منها ورؤيتك وأهدافك بتستمع إذن هي فرصة كانت بالنسبة لك فرصة وأيضا ثقتي بيلبي أنه عندهم الموارد الكافية أنه ينمو بهذاك المستوى الرهيب في نفس ممتاز بعد ما تخارج للنفس إيش الفكرة اللي يعني يد في بالك خلاص أنا سيف اليوم خلص من هذه عندي استحوات إيش الفكرة اللي كانت في بالك أنك بغي تسوي وكيف حصلت هذه الفكرة وكيف بدأت شر فيها جميل رومايز هذا الفكرة اللي يبع متى بديت فيها شهر خمسة الفين واثنين وعشرين شهر خمسة طبعا اللي صار أنه في نفس الفترة كان نقاشات الاستحواذ جاد ستصير وإلى آخر ففعليا جزء من الاستراتيجيتي أنا أنه لازم أمل في فترة لازم تعيش ملل يعني أعطيك مثال عن الفضايح بس يا الله هنخبرك زوار أنا هين حصلت هالفكرة كنت أخذ اللي يشاور في الحمام من الله أشوف لقدار وينتك الحمام وينتك الفكرة فلازم تمل لازم تمر بمرحلة اللي هي تمل عشان تبدأ تحلل تبدأ تطلع بشياء جديدة لأنه إذا أنت تنتقل إذا أنت طول الوقت مشغول ما عندك المجال أنك تفتح مخك بشكل صحيح وجلست فترة طويلة فعليا أنا أفكر يعني أنا مقرر أني أبدأ أسوي شيء كانت من شهر واحد 2022 2022 قلت خلاص لازم نبدأ شيء جديد كان فيه قرار لكن بعدك ما أعرف ما أعرف ما أعرف وبالفعل قلت خمسة أشهر مع شريكة نفكر نفكر طلعنا بكثر من فكرة بس من شريكك هو اللي في مصر لا كل يوم أنا أبدل أحب أن أبدل كل مرة شريكة أهي طيب هل هذا مشكلة عن حد الزوجة المستقبلية تسمعه وتقول لا بالعكش لا 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 ما يطلع الله يعيد طيب فهي طبعا شريكي هذا كنت أنا شغال معاه في نفس سوالي الموقع مع النفس طبيعة شركاء دائما تكون أنا أعرفهم من فترات طويلة مشتغل معاهم تثق فيهم وهذا أساس الشراكة الصحيحة فعليا الشريك هو زوجتك ثانيا مفهوم ريالة العمل مفهوم ريالة العمل لا وتقول يعني لازم نتأخذ بالاعتبار أنه فيها ملكة وخطبة وكل شيء هي في قلسة تعارف لازم تتأكد أن الخير الخير صحيح هي في ذي للسوال فكرنا بالفكرة أخذت خمسة أشهر هي جاءت أيضا من معانا احنا كنا نعانيها في تطبيق نفس تطبيق نفس كان معدل الناس اللي يستخدموا التطبيق ومن ثم يختفوا أو يمسحوا التطبيق كانت شوية عالية وأحد الطرق اللي كنا نفكر فيها أنك انتتوا ودخلت التطبيق خلينا نبني لك رحلة خاصة فيه هذا الرحلة عبارة عن تنبيهات عبارة عن إيميلات لكي نحفزك أنك تلتزم بالعادة اليومية للتأمل وتمارين التنفس بشكل عام طبقنا جزء منها شفتنا أداء رهيب قلنا أوكي هل بقية يعانوا من نفس هذه المشكلة؟ هل نفس الفكرة كانت موجودة في مكان معين؟ هناك شركات عالمية مليارية فعليا لديك بريز كانت مسوية IPO نزلت نازدك نازدك كسما توقع هاي لديك تقسم أردتايو تقييم هذا العالم 400 مليون دولار كانت لديك كلفر تاب حصل جولة استثمارية بـ 100 مليون فالسوق يعكس أنه فيه طلب عالي فيه ربحية عالية بس عندنا مشكلة ما أحد يخدم السوق العربي فقلنا أوكي لدينا فرصة مرة ثانية في جوة في السوق العربي خلينا نحاول أن نحلها وبالفعل اشتغلنا اشتغلنا بدأنا المنتج أحد المستثمرين اللي كانوا عندنا تحمس شاف الشغل وعجبه قال تعال اشتريك لا تقلس تبيع ولا تعورت راسك ولا تصدع يعني الحلال المستثمر فينا يعني نبقى نكمل رشنا فلوس يعني وخلاص ما أمارم تقول له يعني رشنا فلوس طيب طيب يعني شيء أساسي الفلوس أنك أنت تمشي لمشروع معين يعني يسد أننا ساعدنا مليون آدم في نفس وخلني أسترزعها شوية استفيد استفيد ايه 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 يعني الفكرة هذه اللي ليت أنك أنت فعليا كنت تريد تزيد مدة جلوس المستخدمين في التطبيق ايه بالضبع وطبعا كيف يصير أنك أنت عندك منصة تطبيق موقع اللي يكون فتقول له أوكي أول ما يدخل هذا الشخص الموقع ويسجل ترشل له إيميل ترحيب إذا جلس ثلاث ساعات ما فتح الإيميل ترشل له واتساب فتح الواتساب أو عمل أكشن معين عملية معينة شارع وترسل له كذا كذا وتتقسم بكل سهولة عن طريق منصة دراق ان دروب بالفكرة أنك تسحب وتحط بلان ما تروح تكلم من المبرمج تسوي لي كذا ويكتب لي لا انت وحدك تسويها تعدل على الكلام خلال ثواني ويعني معيار مرة ثانية جدا جدا عالي كان استحوذوا عليها هذه هذه شركة أخرى سعودية رزق أنا من السعودية في الاستحواذات وهو يعكس أيضا طبيعة البيئة الريادية وسوق السعود إنه هائل ما شاء الله وفي فرص كثيرة فاقتيتوا أحد هم كان المستثمر عبدالله الدوسري قرر أن يستحوذ علينا باسم تيتو شركة ترسل ثلاثمائة مليار رسالة يومي سنويا عفوا في السعودية عندهم أغلب الجهات الحكومية والشركات والقطاع البندي عملاءهم واضح وهذا ليش بغوا يستحوذونه لأن الأساس مالهم هو محرك لرسال الرسائل وإيضا إحنا محرك يساعد تجربة العملاء أنك كنت عندك تجربة مختلفة مع العملاء فهم كان جيلهم القديم ونحن الجيل القديد فبيستبدلون إن شاء الله يعني بيستبدلوا النظام واضح نزين بعدها بعد هذه الاستحواذ الفكرة اللي بعد في شركة يتب ولا شيء جديد هذا شيء جديد بعد ومحد يعرف عنه بس عادي ترى هذا البوركاست سيتأخره شوية فهنفت بالعلوم طيب شغالين على شيء في الذكاء الاصطناعي أول شيء لازم نفهم مرة ثانية أنت قاس ترسم رسمة أن تقحم من مكان حال مكان على الكلام ما صحيح زيل يالله دافع الموضوع في سنين بذا أنا اختصرت لك 15 سنة ما قاس أتكلم عن سنتين ونص دافع عن نفسك لك الحرية لا ترسم رسمة هذيك بالعكس أنا ماسك القلم مثل اللي تحرك ديني مين مشروع هذا نفس الشيء طوت أنا اشتغلت استشاري مع فنتك شركة تكنو مالية في سعودية لمدة محترمة ستة أشهر تقريبا وابتشفنا أحد التحديات اللي كانوا يواجهوها وساعدنا فيها بشكل كبير هو التسعيرة تسعيرتهم رخيصة أنا آسف بس هي رخيصة بس احنا ما كنا ما نعرف كيف نتأكد من التسعيرة هل هي تسعيرة رخيصة ولا غالية ومدى حساسية واقعية يعني تمثل سعر المنتج صحيح القيمة اللي يتوي هذاك المنتج يوفره فبنينا منظومة بالذكاء الاصطناعي اللي يتجرب أكثر من تسعيرات وتشوف لنا أفضل تسعيرة اللي تعكس القيمة الحقيقية مع شغلتنا نقص على خلق الله ما نخرفهم بس هذا بالفعل القيمة الحقيقية اللي الناس مستعدة تدفعها اللي اكتشفناها أننا احنا زدنا إراداتهم بالضعف حرفيا بس غيرنا سعر المنتج أنت تتخيل أن هذا الآدمي لو سواها قبل تسعة تشهر أو قبل سنة كان إراداته السنوية اللي هي عشرات الملايين كان بتصير يمكن مئة مليون أنا لازم أكون حريص هنا تأكد لأنك تحاولت تقص علي في البداية من جمعة الإرادات حينما تقول الربحية لأن أنت أول شيء هذا الرهيب في الموضوع خلينا نقول أن منتجتك تكلفته في الفعلية ستة ريال وانت تبيعه بعشرة فأنت أرباحك عشرة بس إذا رحت زدت السعر أربع ريالات ثانية فأنت زدت أرباحك بنسبة مئة بالمئة من أربع ريال إلى ثمانية ريال فبالعكس معناه إذا زالت الإرادات تزيد إذا زدنا السعر طيب زين هذه الشركة الحين أو هذه الفكرة تكون تطبيق يستفيد منها تكون منصة برمجة كخدمة صاحب المتجر الإلكتروني يربط منظومته معنا ونحلل البيانات الخاصة فيه نعرف هذا المنتج عليه طلب يمكن سعره أعلى لا هذا ما عليه طلب أو هذا ينتهي نزل دخلوا ببيانات المبيعات بشكل عام عن الشركة وبعدين يبدأ الزكاة الصناعية يبدأ يقرب يقرب ويعيد حسابات ويسمون المشين ليرنين بالضبط فأحنا وهذا شيء أساسي تفهمه أحنا ماذا الكلام الفاضي لا بس لا تقول إحنا الفاضي ويعجبهم بعد شات جي بي تي واصل الحين أنا مشين ليرنينك حقيقي رياضيات الموضوع فيها ممتاز 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 طيب بس ليش عشان أشرح لك ليش يميزنا ويش الفرق بين لما أقول لك ماشين ليرنينك و أوبن اي آي الفكرة أنه أنت في أوبن اي آي أو خلينا شات جي بي تي تدفع فلوس حال شركة أنت نص أغلب فلوسك تدفع حالهم هم أنت لا تخلق قيمة حقيقية لك بس فكرة شات جي بي تي أصلا هي عبارة عن محاكاة للكلام وله استخدامات رهيبة في أشياء معي وفي على حسب فكرة أو ممتاز أو ممتاز بس نحن نحن نسوي الأساس الأساس طبق الذي تحت نحن هذا كل نبار واضح فأنتم الآن عندكم فكرة معينة استخدمت فيها التعلم الآلة بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي على أساس أنكم توصلوا صاحب منتج أو شيء معين إلى أنه يحصل تسعير الصحيحة هذه الفكرة التي هي لا تحت طبق الآن خلاص أعرضناها خليناها على الطابق والحم لله قفلنا جولة استثمارية بمبلغ جيد يعني لما نتكلم عن مرحلة بريسي لو ما قبل البدرة تعتبر من القلاء في السوق العماني هذا ما أكبر واحد صراح وأنا أحضر الحلقة هذه لحظ أنكم لا تعرضون المبالغ ما للسحوات ممكن تعطينا مبالغ أو تعطينا الرينج معين حلو لا طبعا لا أعطي لماذا كم تدفع حاضر أطلع منك فلوس حاضري نزيل تكون صريحي لازم تفهم حاجة التخارج البدري المبكر في أغلب الوقت هو تخارج سيء طبعا أنا مسؤوليتي تجاه المستثمرين حاطين فلوس لازم أرجع لهم مضاعفات حال ذيك الفلوس طبعا في أغلب الوقت كم تتوقع متوسط المضاعفات اللي يحتاجها المستثمر حاطلك 100 ألف ريال عماني كم تتوقع يحتاج عشان يغطي خسائره 3 مليون 30 ضعف فمعناه أنه عشان أنا طلع 30 ضعف لازم مبيع الشركة بمعات الملايين إذا بعتها بمليون مليون ثلاثة خمسة أيوة بدخل المضاعف واحد مالك باسترى أنا يعني مستثمر في 10 شركات ثانية نسبة الفشل عندنا نتكلم عن 90% فبالتالي أنا 9 استثمارات فشلة لازم الأول هذا الوحيد يرجع لي ذي للاستثمارات وزيادة هو نوع من الاستثمار استثمار جريء فحتى نسبة الإرادات الرجوع لها يكون عالي بس أيضا معناها أنه الفشل فيها عالي فبالتالي الشيء اللي ينجح لازم ينجح ينجح يعني يكون جوجل يكون فيسبوك يكون طلبات وآخر فأنا لما أتخارج في المراحل الأولى أغطي المستثمرين مفرحانين فيه طبعا في بعضهم رديت لهم أربع أضعاف واضح زي بس أربع أضعاف ترى بعد خسران يعتبر لما يجي يشوف الصورة الكبيرة صح أنا كحالة استثنائية نجح بس الصورة الكبيرة أنا أحتاج خمسين ضعف ثلاثين ضعف في المبلغ اللي استثمرته فبالتالي مهما زينا ومهما قلت أنا تخارجت في حقيقة الواقع ما هذا هو الحدف اللي تتباه طبعا أنا قاس أضر عمري لازم أمثل أن أنا الناقح والعظيم بس لا أنا بمعاييري الصاربة مرة شوية عندنا مشكلة مثالية ايوه يعتبر لحد ما فشل بس هذا الفشل فشل جيد يعطيك الوقود للمراحل اللي بعدها والآخرة وهذا شي لازم ناخذ بالاعتبار مع أنك تهربت أنك تذكر المبلغ بس سبيت نفسه في النهاية لا لا بس عادي عادي أنت ما ما بغي تذكر المبلغ نحن ديك ساعة يعني أصابر أذكر شوف أنا خبرك الموضوع الموضوع فيها عقد إنه ممنوع لأفصال طيب زين خلاص نعم كذا واشا رايك بالكذبة الفنانة لي طيب طيب زين وإحنا وصلنا لنهاية البودكاست بس لا بعد في وقت سوالب بس عندنا وقت محدد زين تكلمه معينة أحب أنك تقولها تشكر فيها أشخاص هذه المنصة لك ننهي معك أنا ما بقول شيء بعد كلامك الشباب في ساس ما قصروا معي هنا في أعمان لما نتكلم عن أعمان ساس أوتيف ما قصروا معي حاليا شباب في أعمان تل بالتحديد بالتحديد نخص سيف المعمري كان معي في رحلتي في أوتيف وكان معي في رحلتي مع أعمان تل طبعا في ناس كتار ما أقدر أن نحصرهم لأن لما نتكلم عن رحلة ريالة الأعمال هي رحلة ما فردية أو ما بتكون فردية وإذا أنت كنت وحدك تشتغل فبتفجر هذا شيء مؤكد مئة بالمئة في شباب لما انتقلت للإمارات هاشم الزعابي أخ بما تعنيه الكلمة لما انتقلت الرياض محمد الملياني أخ بما تعنيه الكلمة أشكر أحلي طبعا يعطوني العقد هذه اللي تخليني مثالي ممتاز هل تتوقع يشوفوها الحلقة يسبوني واقت لا منسوي هذي هذي ما نخليها في المقدمة عشان هذا تيزة تيزة زين فيه فيه ناس واقدي يعني فيه والله نسيت حتى اسمها انت قلت ما بحصرهم فأحسن ما تحصرهم عشان ما تسع فيه واحدة لازم تعرف مفلس ومنطقة البلاد جديدة وما عرف هين حتى هتسكن وردت عليه قبلها بيومين من السفرة قلت لي سيفا قبلت في البرنامج الفلاني وعلينا السكن لمدة سنتين هذي أنا كنت أشحط في الشارع لو ما هي قنيبية بس من أبوظبي مشكلت مع الأسامي هذي سوت فيه خير وهي ما تعلمه ففيه فيه ناس واقل وسبحان الله يعني توفيق الله انه فيه يوم تحسها متغلقة متغلقة انف تحلك تمشي الحمد لله إذن لكل من مر يوم من اليام في حياة سيف العسائي شكرا لكم معاكلهم 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 طيب خلاص إذا منهي خلاص إذا منهي شكرا لكم مسعين